موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأه من مجلة ديرشبيغل الألمانية التي نشرت مقالا بعنوان قنبلة الأسد الجديدة النظام السوري لم يتخلى عن الأسلحة الكيميائية قالت فيه في حين أن دمشق سلبت حوالي 92.5% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي تشمل غاز السارين كما هو متفق إلا أنها مستمرة في استخدام الغاز السام ضد الشعب السوري بالنظر إلى أن الكلور يستخدم في المنتجات اليومية فإنه ليس مشمولا في قائمة أسلحة النظام التي تم الاتفاق على وضعها تحت الرقابة الدولية ومع ذلك فإن استخدامها ضد البشر محظور وفق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت سوريا عليها على الأقل تم شن عشر هجمات استخدمة فيها غاز الكلور منذ العاشر من إبريل في المناطق الحدودية لمحافظة إدلب وحمى وشملت هجوما في تلمنس وثلاثة في بلدة التمانعة وستة في مدينة كافرزيتا الصغيرة والمنطقة المحيطة بها المنطقة الريفية الجبلية أرض معركة يتم تجاهلها كثيرا من قبل الناس الوصول إليها صعب وليس هناك مدن كبيرة في المنطقة وكانت مسرحا لقتال مرير لتحقيق مكاسب محدودة جدا خلال الشهرين الماضيين فقد نظام السيطرة على بلدات استراتيجية مهمة هناك كما أغلق المتمردون الطريقة السريعة بين حما وحلب والآن يبدو أن دمشق تسعى لتحقيق مكاسب من خلال استخدام غاز الكلور يبدو أن طبيعة الهجمات متشابهة في كل مرة حيث يقول شهود العيان إن الهجمات تنضوي على إسقاط برامل متفجرة من المروحيات وهي عبارة عن برامل بداية الرخيصة الثمن يتم تجمعها من قبل الجيش ومن ثم يتم حشوها بالمتفجرات والشضايا المعدنية أو الكلور في الثاني عشر من إبريل أورد التلفزيون السوري الرسمي تقريراً يفيد بأن جبهة النصرى المرتبطة بالقاعدة فجرت حاويات مليئة بالكلور ولكن النظام إدعى نفس هذه الادعاءات بعد هجمات السارين التي وقعت العام الماضي والتحريات التي أجرت هادر شبيغل تضحض هذا الادعاء الجديد لقد نجح فريق شبيغل في زيارة ثلاثة مواقع شنت فيها هذه الهجمات وتحدثت مع أشخاص تعرضوا للإصابة وشهود عيان وأطباء كانوا موجودين في موقع الحادث كما بحث الفريق أيضاً في الحفر التي أحدثتها القنابل وبقايا القذائف صحفيوش بيغل هم أول المراسلين الأجانب الذين وصلوا إلى موقع الحدث ننتقل الآن إلى صحيفة التليغراف التي نشرت لروث شرلك مراسلة الصحيفة في عمان مقالاً بعنوان العودة إلى مدينة الموت والدمار جاء فيه السكان الذين عادوا إلى أحيائهم بعد يوم واحد من انتهاء الأعمال القتالية في المدينة وجدوا أنفسهم في مدينة أشباح مبانيها مدمرة ليبحثوا بين الأنقاض عما كانت حياتهم كما يقول كاتب التقرير خلال السنوات الثلاث من المعارك والحصار التي شهدتها المدينة وتحولت المنازل والبنايات إلى أنقاض بفعل نيران المدفعية والغارات الجوية للجيش الحكومي اكتشفت القوات التي دخلت المدينة مصفشفين ميدانيين وشبكة من الأنفاق تحت الأرض أما حمص القديمة فلم يبقى منها شيء يذكر في حي الحميدية الذي كانت تسكنه أغلبية مسيحية لم تجد هدى البلغة من العمر خمسة وأربعين عاما شيئا في المكان الذي كان يقوم فيه بيتها باستثناء كومة من الركام وفنجان قهوة يتم جئت لأبحث عن بيتي فلم أجده لم أجد لا سقفا ولا جدرانا وجدت فنجان القهوة هذا وسأخذه معي كذذكر قالت هدى هذه لم تكن قصة هدى وحدها فقد جاء الكثيرون غيرها بحثين عن منازلهم لينتظرهم المنظر نفسه أكوام الركام في حي الملجأ دمرت جميع المباني وكذلك السيارات التي كانت متوقفة هناك بنسبة الحكومة السورية يمثل إعادة السيطرة على حمص نصرا قبل انتخابات المقبلة لكن الدمار الذي وجده سكان في المدينة يشهد على المعاناة التي كابدها المدنيون من أجل أن ينتصر الرئيس بشار الأسد في حرب أهلية حسب قول الكاتبة نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالة لروبرت فيسك بعنوان لماذا يجري الدكتاتور انتخابات السيسي والأسد ووهم الشرعية جاء فيه يستهل الكاتب مقاله متسائلا لماذا يحب الدكتاتور الانتخابات قائلا إنه تساؤل قديم في الشرق الأوسط لكنه يطرح مجددا مع استعداد كل من عبد الفتاح السيسي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر هذا الشهر وبشار الأسد لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة الشهر المقبل وفق الكاتب ثم يطرح فيسك تساؤلا آخر عن النسبة التي سيفوز به بها كلاهما ما إذا كانت ستصل لـ 90% أم ستتوقف في حدود الثمانين في المئة مثل ما حدث مع العجوز المريض عبد العزيز متفليقة الذي سجل واحدا وثمانين ونصف في المئة والحديث لفيسك ويتوقع الكاتب أن يفوز السيسي باثنين وثمانين في المئة على الأقل كي يظهر أنه ليس بتفليقة بينما ينتظر أن يسجل الأسد رقما في حدود التسعين في المئة خصوصا وأن مليونين ونصف مليون لاجئ سوري يعيشون حاليا خارج البلاد ثم يمضي فيسك قائلا إن السيسي والأسد لا يخوضان انتخابات لأنهما بحاجة لدعم انتخابي فالسيسي الذي خلع زيه العسكري رسميا لخوض الانتخابات بحاجة لحماية الإمبراطورية الاقتصادية العملاقة للجيش واستثمارات زملائه الجنرالات في الطاقة وشركات المياه المعبأة والعقارات وبركز التسوق ومتاجر الأثاث بحسب الكاتب وهو ما يبرر اعتقاد السيسي بأنه من غير المناسب أن تكون للمدنيين سلطة ما على ميزانية الجيش أما الأسد على الجانب الآخر فيسعى لضمان موت محادثات جينيف التي كانت تهدف لتشكيل حكومة انتقالية متسائلا إذا صار الأسد الشهر المقبل رئيسا وعيد انتخابه كيف يمكن تشكيل حكومة انتقالية نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان نعم الحل عسكري في سوريا قال فيه كل تعقيدات الأزمة السورية اليوم التي أبدع النظام الأسدي في بلوغها لهذا الحد تقول لنا إن الحل الوحيد الآن في سوريا هو الحل العسكري وخصوصا لمن يريد الوصول إلى الحل السياسي وليس العكس فجميع الملفات المعقدة في سوريا الآن تتطلب حلولا جذرية وليس نية حسنة أو مزيدا من التسويف إجبار الأسد على وقف الجرائم بحق السوريين ومنها عمليات التجويع المستمرة مثل ما حدث في حمص وكذلك إجبار الأسد على وقف البراميل المتفجرة لا يتطلب مفاوضات بل إنه يتطلب القوة العسكرية لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الأسد وعملية كسر شوكة حزب الله ومن خلفه إيران في سوريا لا تتطلب مفاوضات أونية حسنة بل تتطلب القوة خصوصا أن حزب الله وإيران شريكان في الدم السوري من خلال دفاعهم الدموي عن الأسد وأكبر خطار هنا هو الصمت عن جرائم إيران والحزب في سوريا من أجل عدم تعطيل المفاوضات النووية الغربية وتحديدا الأمريكية مع إيران التي لا تتوقف لحظة لا سياسيا ولا عسكريا ولا حتى إعلاميا عن الدفاع عن الأسد وحمايته رغم كل جرائمه كما أن عملية تطهير سوريا من القاعدة وغيرها تتطلب دعما عسكريا نوعيا لمقاتل الجيش الحر الذين يقاتلون الأسد وحزب الله والقاعدة في الوقت نفسه فلا يمكن للجيش الحر الصمد وحيدا من دعم عسكري حقيقي خصوصا أن الأسد والقاعدة وحزب الله يجدون من يدعمهم وإذا أراد الأوروبيون وكذلك العرب كسر شوكة القاعدة في سوريا والحد من تتفوق الإرهابيين هناك فإن ذلك لا يتحقق فقط بمراقبة المطارات والحدود أو مواقع التواصل الاجتماعية بل من خلال دعم المعتدلين في المعارضة السورية بالسلاح أي الجيش الحر من أجل كسر شوكة التطرف التي غذها الأسد بجرائمه وتعاونه واستغلاله للقاعدة للقول إن في سوريا خيارين سيئين فقط وإن الأسد أفضل الخيارات السيئة ولذا فإن كل وقائع الأزمة السورية تقول لنا إن الحل العسكري هو مفتاح الحل السياسي وليس لأن هناك من يرغب في إسالة المزيد من الدماء بل لأن الأسد هو من أوصل الأمور إلى هذا الحد ومن خلفه إيران وحزب الله وذلك بانتهاجه أي الأسد للكذب في كل مبادرة ومن أول يوم في عمر الثورة وكذلك لجوءه للقتل والتجويع وما يجب أن نتذكره وهو ما قيل كثيرا أن التأخير في اللجوء للحلول الناجعة لن يجرى السورية والمنطقة والغرب إلا إلى الأسوأ فلا جدوى من الاحتفاء بزعيم الاتلاف الوطني المعارض في واشنطن ولا جدوى من مؤتمرات أصدقاء سوريا طالما أنه لا تحرك عسكريا فاعلا في سوريا يبدأ بالتسليح النوعي للجيش الحر فالحل العسكري الآن هو ما قد يجلب الحل السياسي لاحقا في سوريا وعد ذلك فإنه مضيعة للوقت والأرواح وتأجيل لأزمة ستنفجر لا محالة في القريب العجل بوجه الجميع عربيا وغربيا حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في موقع هابرلار الإلكتروني الذي نشر مقالا بعنوان لماذا غير الغرب تجاه بوصلته من دمشق إلى كييف جافي سوريا بعيدة جغرافيا عن أوروبا بعكس أوكرانيا فهي جزء من القارة وتحد دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيتو فهل الجوار الجغرافي هو السبب الوحيد في ضعف اهتمام الغربي بالحدث السوري أم لطول عمر الأزمة بدمشق وتسارعها بكييف يختلف إيقاع الأزمة وحركات الحدث خلال الأشهر التي مضت في سوريا وأوكرانيا يختلف موقع البلدين وجوارهما ويصل الاختلاف لحد عدم الاتفاق على تسمية ما يجري فيهما من قبل أطراث خارجية وأخرى داخلية فالتسمية تغيرت في سوريا من انتفاضة ثورة حرب أهلية أزمة إلى احتجاج ثورة قلب وصول إلى الخوف من حرب أهلية في أوكرانيا رغم ذلك فإن الجميع متفق على أن خيوط اللعبة في دمشق وكييف هي بيد الكبر الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والاتحاد الأوروبي فإلى ماذا يعود تراجع التحرك الغربي تجاه سوريا وتركيز الغربي عموما على أوكرانيا يرى بعض المراقبين أن العامل الأهم في تركيز الغربي على كييف يعود للقرب الجغرافي لأوكرانيا ويعبر عن هذا الرأي المحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب إذ يقول أتت الأزمة الأوكرانية لتبين أنها أهم لأنها في قلب أوروبا وأن عودة النزاع في أوكرانيا أشر إلى مناخ حرب ماردة كانت بدأت معالمها في دمشق وتوضحت أكثر في أوكرانيا وأوكرانيا يقول الدكتور صلاح زقوت رئيس البيت العربي في أوكرانيا ألاعيون الدوليون سواء كانوا روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا بعيدون جغرافيا عن سوريا لهم صالح بكل تأكيد ويتدخلون في سوريا لكنها بعيدة نسبيا تراجع الاهتمام من ملف السوري لم يكن ولد لحظة دخول الأزمة في أوكرانيا مرحلة التصعيد بين السلطة والمحتجين بل أن تركيز الغرب على قضية التخلص من السلاح الكيموي السوري والتحرك الروسي الداعم لإنهاء هذا الملف غير من الخطوة الغربي عموما ولخص القضية السورية بالملف الكيموي وحده وذلك قبل فترة من ظهور الأزمة الأوكرانية عن ذلك يقول الدكتور أبو دياب عدم الاهتمام بالموضوع السوري ظهر قبل الأحداث في أوكرانيا لأن النزاع السوري تحول إلى نزاع دولي متعدد الأقطاب خاصة بعد عدم قدرة الغرب على مجارة اللاعب الروسي على الساحة السورية ويشير الدكتور خطار أبو دياب إلى أن الغرب ينظر إلى الملفين السوري والأوكراني بشكل مختلف تماما ويقول نحن لسنا أمام خطين متوازيين بمعنى الكلمة نحن أمام مناخ حرب بريدة جديدة بدأ في دمشق وامتد ليبرز في نزاع الأوكراني تربط روسيا وأوروبا وخاصة ألمانيا مصالح اقتصادية قوية فأوروبا تستورد ثلوث حاجتها من الغاز الطبيعي من روسيا التي تمر عبر أنابي بخطوط غازها المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا ومن جانبها تعتمد روسيا بشدة على التكنولوجيا الألمانية والأوروبية لتحسين قطاعاتها الصناعية بالإضافة إلى استيرادها للمعدات والسيارات ويضيف أبو خطار بالقول الواقعية السياسية تعتمد على موازن القوى والمصالح وفي الموضوع السوري فإن عدم قدرة الغرب على تحويل الأمور ساهم في لمبالة بشأنه لكني أظن أن المواضيع مرتبطة ببعضها فعودة روسيا القوية للساحة العالمية تمت من خلال الساحة السورية نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عين بلدي مقالا لبيلسان عمر بعنوان الصورة أصدق أنباء من الكتب قالت فيه بات التقاط صورة تذكارية جزء من ثقافة الاستهلاكية لدى الكثير من السوريين يخزنون في ذاكرة كاميراتهم ما شاهد قد تعجز عقولهم عن استيعابها وقد تفرغ أشخاص كثر لمهمة التصوير في الثورة مثلا في من عرفوا باسم النشاطاء الإعلاميين واستشد العديد منهم وهم يحملون عدساتهم يتقصون بها الحقيقة آملين نقلها إلى صاحب بصرة يترجمها أفعالا تليق بإنسانيته واشترط وجود مصور ضمن فريق التوثيق وحتى في أشد المواقف ألما يتفرغ أحدهم للتصوير بينما يعمل آخرون في إسعاف الجرحى ونقل الجثث وتستعمل مثل هذه الصور وسيلة إقناع لمن تراوده الشكك في صدق توجهات الثورة والمعارضة وفي الوقت ذاته ينشر النظام بقناواته الإعلامية صورا لجثث تحت الأنقاض أو معتقلين تشهد تحت التعذيب غير أبهين بما يعتنج في نفوس ذويهم من آلم ويرى البعض بأن الصورة أسهل وسيلة لإيصال الأفكار جذابة خلاف السرد النظري ويمكن تفعيلها بشكل أكبر في مجالات التعليم لجذب انتباه الطلاب بينما تفضل غزل 15 سنة أن تتواصل مع صديقاتها عن طريق إرسال الصور رغم أنها لا تسمن ولا تغني من حاجة عاطفية للقاء الأحبة إلى أنها قد تفي بالغرض في ظل غيابي كثيرين أول ما أفتح الواتساب أرسل أصدقائي صورا وألقي عليهم بها تحية الصباح ونرسل لبعضنا صورة في مجان القهوة ثم تبدأ نشرة المنوعات ونذهب لقضاء الدوام المدرسي نتبادل هناك آخرا ما وصلنا من صور ومقاطع صوت وتسجيلات حديثة ونتشارك طعام الغداء وكذلك العشاء والمشروبات والعصائر بالصور عمام داء العين اللي بتاكل ونزين طاولة الطعام لأجل التقاط صورة تذكارية بينما اختار عامر الالتحاق بصفف الجيش الحر فكان كما تقول أخته لا يفوت عليه موقفا يلتقط به صورا مع أولاده علهم يعرفونه ولو بالصورة وكثيرا ما كان يمازح أسرته ويقترح عليهم التقاط صور تذكارية تقلب الأخت الملتاعة ألبوم الصور مع شريط ذكرياتها وأخيها وتقول صور عامر نعمة أستأنس بها في لحظات الشوق ونقمة لأنها تمنع ذاكرة من إسيان أدق لحظات جمعتنا وتبقى الصورة الوسيلة الأسهل للتواصل تذكر أصحابها بلحظات عاشها مع أحبة باتوا تحت الترعب أو خلف القطبان أو حتى وراء حدود الوطن وتحفظ المدينة الهم بأبها صورة أمام ما تتعرض له اليوم وكذلك تبقى رمزا لأشخاص ما زلت القداسة هالة تدحط بأسمائهم وتعلق صورهم حفاظا على مكانتهم المزعومة أن يدوسها التغافل مع وجود كثر همهم التصوير لأجل التصوير غير آبهين بما يمكنهم فعله لو تركوا الكاميرا لحظات لهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله وحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة